السلام عليكم ورحمة الله في هذه السلسلة من الشروحات التي سنتعرف من خلالها على منصة أركيد منصة أركيد هي منصة من تطوير ورعاية مايكروسوفت والهدف منها هو تعليم المفاهيم البرمجية خصوصا للأشخاص الذين لا يعرفون أي شيء عن المفاهيم البرمجية وتحديدا تحديدا بالنسبة لصغار السن فهي مصممة يعني بشكل أساسي لصغار السن لتلقينهم وتعريفهم بمختلف المفاهيم البرمجية منصة أركيد هي شبيهة إلى حد كبير بسكراتش طبعا سكراتش الشهير برنامج سكراتش من تطوير ايمايتي لكن المميز في أركيد أنها موتقة بشكل ممتاز جدا وكل شيء كل تفصيلها مشروحة بشكل جيد إذن باختصار حتى لا نطيل عليكم فمنصة أركيد يمكن الوصول لها عن طريق الرابط إذن arcade.makecode.com يمكنك الدخول إلى هذا الموقع والبدء في استخدام هذه المنصة وسنتعرف على طريقة البدء باستخدام هذه المنصة واستكشاف مجموعة من الألعاب التي يمكننا التعلم من خلالها طبعا كل هذه الألعاب يتم توجيهك بالتفاصيل الصغيرة حتى تفهم كيف يمكنك استخدام والتعلم باستخدام هذه المنصة منصة أركيد. طبعا يمكنك بعد الدخول إلى الموقع تسجيل الدخول فيمكنك تسجيل الدخول حتى يعني يتم حفظ يعني التقدم الخاص بك طبعا تسجيل الدخول سيبدو على هذا الشكل سنقوم بيقول إلى إذن تصفح المخفية على هذا الشكل فبعد يعني الدخول يمكنك النقر هنا وتسجيل الدخول أو إنشاء حساب إذن على هذا الشكل إذن سنبدأ باستخدام هذه المنصة منصة أركيد كما سبق الإشارة فهناك مجموعة من الألعاب التي يمكنك البدء معها حتى تعتاد على هذه المنصة أو يمكنك البدء بمشروع فارغ وجديد من البداية لكن بما أننا تعرفنا أو سنستخدم هذه المنصة لأول مرة فينصح بالبدء مع الألعاب الجاهزة التي يتم من خلالها توجيهنا بحيث يعني نتعرف ونستخدم الأدوات المختلفة والمفاهيم المختلفة من أجل بناء الألعاب إذن سنبدأ مع هذه اللعبة والتي ستمكننا من التعرف على طريقة استخدام المنصة إذن سنقوم بالنقر هنا للشكل إذن فاللعبة على هذا الشكل وهي من عدة مراحل طبعا في الفيديو الخاص باليوم سنتعرف على المرحلة الأولى وهذا هو اسم اللعبة إذن طبعا بالنسبة للغة فحاليا هناك مجموعة من اللغات لكن يعني اللغة العربية ليست من بينها إذن يمكننا يعني الرجوع على هذا الشكل والذهاب إلى الإعدادات ثم language وسنجد أن اللغة العربية غير متاحة حاليا هناك الألمانية والإنجليزية والفرنسية طبعا أنا اخترت الاستمرار مع اللغة الإنجليزية ببساطة لأن أعتقد يعني على الجميع المحاولة تعلم اللغة الإنجليزية كما أن المفاهيم البرمجية هي شائعة شائعة الاستخدام باللغة الإنجليزية بالتالي ليس هناك مشكل كبير في تعلم اللغة الإنجليزية بالنسبة للأشخاص الذين لا يجدون اللغة الإنجليزية ينصح يعني أن يقوموا بمجهود إضافة لتعلم الإنجليزية إذن سنستمر مع اللغة الإنجليزية هنا تعريف للعبة التي سنتعرف عليها إذن اسمها فول ستوريز هنا حول ماذا تدور هذه اللعبة إذن شو اوف يور كرياتيف سايد إذن فالهدف من هذه اللعبة هو يعني إنشاء بطاقة ترحيب ونكت ثم قصص صغيرة طبعا يمكنك بالنسبة للأساس إذا الذين يريدون تعليم البرمجة يمكنهم النقر هنا على هذا الشكل ومعرفة التفاصيل حول هذه اللعبة خصوصا يعني المفاهيم التي ستتعلمها أو سيتعلموا الأشخاص الذين تريد تعليمهم من خلال هذه اللعبة إذن هنا مثلا فهناك مفاهيم حول علوم الحاسوب إذن كومبيوتر ساينس كونسبت ضمنها يعني ايفنت ان بروغرام كونترول فلو يوزر امبوت فاليوز ثم المفاهيم خاصة بالجيم ديزاين كونسبت إذن ستوري تيلين سبرايت غرافيك ديزاين ساوند ان فيوزك والأفتس إذن هذه مجموعة من المفاهيم التي سيتم تعليمها من خلال من خلال هذه اللعبة كما هناك يعني مجموعة من التفاصيل الأخرى تتعلق مثلا بالبلوكات المستخدمة تتعلق بتفاصيل اللعبة بشكل عام لأن هذا بالنسبة للأشخاص أو المدرسين أو المعلمين الذين يريدون معرفة تفاصيل أكثر عن هذه اللعبة إذن سنبدأ فمن أجل البدء يكفي النقر هنا على المرحلة الأولى على هذا الشكل ثم يعني سنقوم بالنق على continue إذن هنا إذن follow those quick steps to make greeting card that you can share with friends and family إذن أوكي إذن هذه هي واجهة يعني آآ المنصة منصة أركيد وهنا لدينا التوجيهات ركز على هذه يعني المساحة ففيها التوجيهات التي ستصبح تساعدنا في البدء في استخدام هذه المنصة وبناء اللعبة خطوة بخطوة إذن سنقوم بقراءة التعليمات بكل بساطة إذن from scene category in the toolbox grab إذن من هنا إذن scene إذن هنا سنقوم بالنق على scene على هذا الشكل ونقوم بعمل grab set background image two إذن سنقوم بأخذ هذا البلوك على هذا الشكل إذن سنضعه هنا مبدئيا ثم الخطوة التالية and and drag إذن نقوم بعمل grab and drag into the empty on start container in the work space هذا الذي سنقوم به هو أننا سنقوم بعمل grab و drag لهذا البلوك داخل ال container on start في حالة لم تفهم مثلا ما الذي تعنيه هذه رغم أنها بسيطة جدا يمكنك أن نقر هنا على click here to see how بحيث سيتم توضيح من خلال الصورة المتحركة إذن نقرأ على scene ثم تحريك هذا يعني البلوك داخل ال container إذن نحن الآن قمنا بالمطلوب في هذه المرحلة الآن سنقوم بالنق على next تال لدينا خطوة ثانية إذن click the empty grey square inside إذن سنقوم بالنق على المربع الرمادي على هذا الشكل ما الذي سنفعله بعدها إذن to open the image editor محرر الصور you can draw your own background or choose one from the gallery إذن سنقوم بالنق على هذا المربع الرمادي بعدها يمكننا إما أن نقوم برسم background أو الخلفية الخاصة باللعبة أو يمكننا الاختيار من gallery إذن سنقوم بالنقر هنا يمكنك طبعا الرسم رسم أي شيء أو يمكنك إذن سنتراجع أو يمكنك أن نقر على gallery واختيار خلفية من هذه الخلفية سنختار هذه الخلفية ثم نقوم بالنقر على down على هذا الشكل إذن كان نلاحظ فعندما اخترنا الصورة ظهرت هنا لاحظ يمكنك التركيز هنا أن أن الصورة الخلفية ظهرت في هذه اللعبة على هذا الشكل وستكون هذه هي المرحلة الأولى في تصميم اللعبة البسيطة مرة أخرى أذكر أنه يمكنك أن نقر هنا حتى يعني تتعلم من هذه الصورة المتحركة إذن نقوم الآن بالنقر على next إذن هنا يخبرنا أن نقوم بالقاء نظرة على النافذة هنا ويطرح سؤال هل رأيت الخلفية أو التي اخترتها إذن نعم رأينا ال background إذن كل شيء كما هو مطلوب إذن سنقوم بالنقر على next إذن لدينا خطوة أخرى إذن from the carnival category drag هنا من هنا من سنقوم بسحب هذا البلوك أين داخل ال on start in the end of the on start إذن سنقوم بسحبه على هذا الشكل قبل الاستمرار ماذا لو سحبنا مثلا البلوك الخاطئ؟ ببساطة يمكنك نقر السحب وتوجيهه هنا لليسار وحذفه إذن سنكرر إذن carnival ثم السحب والإفلات أسفل ال on start يعني على هذا الشكل إذن هنا الخطوة التالية هي change the message to whatever you would like أي message أي رسالة هذه الرسالة إذن فهذه الرسالة كما نلاحظ هنا تظهر هنا إذن you are awesome إذن هذه الرسالة قمنا بطباعتها داخل يعني اللعبة يمكننا تغييرها مثلا سأكتب hello على هذا الشكل كما نلاحظ تم كتابة كلمة hello وبهذا قمنا بتغيير الرسالة إذن نقوم بالنقل على next then if you want to change the color of your text click the plus sign inside of إذن سنقوم بالنقل على علامة الزائد داخل هذا البلوك and choose whatever color you like إذن سنقوم بالنقل على هذه العلامة علامة الزائد ونختار لون إذن سنختار لون من هذه الألوان مثلا سنختار لون أصفر إذن كما نلاحظ قمنا بتغيير اللون إلى اللون الأصفر الآن سنستمر سنقوم بالنقل على next إذن لدينا خطوة أخرى إذن open the scene category and drag هذه البلوك إذن سنفتح scene ونختار هذه البلوك إذن start screen إذن هذه هي البلوك طبعا كما العادة نقوم بسحبها وإدخالها داخل هذه الحاوية داخل هذه الحاوية إذن كما نلاحظ فهذه الحاوية تمكننا من إضافة هذا المؤثر كما نلاحظ إذن قمنا بإضافة هذا المؤثر في اللعبة طبعا طبعا يمكننا نقوم بتغيير هذا المؤثر سنجرب مثلا هذا المؤثر إذن تم تغيير المؤثر سنجرب مؤثر آخر إذن كما نلاحظ إذن سنقوم بالنق على next إذن take a look at the game window does the card look the way you wanted إذن نرى نافذة اللعبة وهل هي تبدو كما أردناها طبعا الجواب هو نعم إذن next وهنا نكون قد انتهينا من المرحلة الأولى نقوم بالنق على دون على هذا الشكل وإذن انتهينا من المرحلة الأولى ثم المرحلة الثانية الثالثة والرابعة والأخيرة وفي كل المرحلة يتم التعرف على مفاهيم جديدة إذن كانت هذه المرحلة الأولى سيكون هناك دروس أخرى إن شاء الله سنتعرف من خلالها أكثر على هذه المنصة ونتدرج في التعلم لأن كانت هذا الشرح شكرا لكم